موسيقى اخمادوا نيران الميليشيات وتزيلوا 4640 خرقا حوثيا للهدنة الاممية افشال هجوم حوثي على خط الملاحة الدولي في البحر الاحمر واستعادة معسكر اللبنات في الجو الميليشيات تواصل زرع الالغام وتتحفظ على خرائطها في المناطق السكنية والزراعية نشرة الاخبار السلام عليكم قامت القوات المشتركة برد على مصادر نيران ميليشيات الحوثي التي استهدفت مواقعها شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة وتمكنت من اخمادها مصدر ميداني في القوات المشتركة افاد ان مدفعية القوات ردت على مصادر نيران ميليشيات الحوثي واخمرتها وحققت اصابات مباشرة في صفوف الميليشيات وتواصل القوات المشتركة اخماد مصادر نيران الميليشيات التي تحاول اختراق الهدنة الاممية باستهداف الاحياء السكنية ومواقع للقوات المشتركة داخل مدينة الحديدة الاف الخروقات الحوثية للهدنة الاممية في الحديدة خلال الشهرين الماضيين تكشف حقيقة الميليشيات ومشروعها التدميرية الرافض لكل محاولة السلام وكل الجهود المبذولة لإحلاله اربعة الاف وستمائة واربعون خرقا حوثيا للهدنة الاممية في الحديدة خلال شهري فبراير ومرسى الماضيين ضمن سجل اجرامي تم رصده وتوثيقه من قبل غرفة عمليات ضباط الارتباط المشتركة المنبثقة عن لجنة تنسيق اعادة الانتشار في المحافظة الساحلية الانتهاكات والجرائم الحوثية تنوعت بين قنص وتفجير اودياء بحياة واحد وعشرين مدنيا بينهم خمسة اطفال اضافة الى الحاق اضرار مادية كبيرة بمنازل المواطنين ومنشآت خاصة وكذا تدمير دراجات نارية وسيارات مدنيين بالالغام والعبوات ناسفة واستحداث خمسة وتسعين نفقا وخندقا حوثيا الناطق الاعلامي باسم الخوات المشتركة في الساحل الغربي وضح الدبيش اكد استعانة ميليشيات الحوثي بمجموعة يقدر قوامها بمائة وخمسين عنصرا قدموا من محافظات صنعاء وصعداء وحجال العمل تحت اشراف خبيرين ايرانيين وخبير عراقي واخر لبناني مهمتهم الى جانب المجموعة الموجودة سابقا في الحديدة زرع كميات كبيرة من الالغام والعبوات ناسفة بشكل عشوائي في الطرقات والمنازل والمزارع الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي في الساحل الغربي وبين الدبيش ان ميليشيات الحوثي قامت بزراعة اكثر من مائة الف لغم بشري ومضاد دبابات وعبوات ناسفة بمختلف الاحجاب والاشكال في اعقاب انسحاب الفريق الحكومي من نقاط المراقبة الخمس في الحادي عشر من مارس المنصرم احتجاجا على قنص العقيد محمد الصليحي واوضح الدبيش ان الميليشيات زرعت مؤخرا الالغام في ميناء الصليف ورأس عيسى على شكل طوق دائري مكون من ثلاثة انساق كما زرعت الغام في مدينة الصالح وكلية الهندسة ونقاط الخامري وستي ماكس وكيلو 16 وحي منظر والمنازل والمباني المحيطة بها وبشكل جنوني في المستودعات العامة والخاصة وامام هذه الاعمال العبثية لميليشيات الحوثي في الحديدة وتحويلها الى مدينة الغام وشبكة انفاق ملغومة واصلت القوات المشتركة جهودها الانسانية حيث تمكنت من اتلاف اربعة وعشرين صاروخا حوثيا اضافة الى ثمانمائة وثمانين قذيفة واثنتين وثلاثين عبوة ناسفة خلال الفترة بين شهرين فبراير ومنتصف مارس الماضيين كما اطلفت الفرق الهندسية للقوات المشتركة ستة الاف ومائتين واربعة وعشرين جسما تنوعت بين الغام ضادة للدبابات وللافراد وقنبلة منوعة وفيوز لما بلغ اجمالي ما تم نزعه من قبل مشروع مسام ستة الاف وسبعمائة وستة وسبعين لغما وذخيرا وعبوة ناسفة وضمن خروقات الميليشيات المتصاعدة للهدنة الاممية ارتفعت وتيرة اطلاق الطائرات المسيرة اكثر من السابق بعد تعليق وانسحاب الفريق الحكومي من لجنة اعادة الانتشار اذ تنوعت الطائرات المتهوية ايرانية الصنع بين طائرات استطلاعية وهجومية متشضية انتحارية لتؤكد هذه الارقام مدى اجرام ميليشيات الحثي وانها مسعرة حرف الحديدة وتنسف كل محاولات احلال السلام اخطر مرحلة يمر بها الحل السياسي في اليمن هي التي يعيشها هذا الملف منذ مطلع العام الجاري هكذا حذر مراقبون لتصاعد الاحداث العسكرية وضرب فيروس كورونا للمنظومات العالمية وغياب استعداد الاطراف المتحاربة في اليمن لاجاد حلول وسطية تحرك جدي للامم المتحدة في اليمن وخصوصا مبعوثها الخاص الذي بات يخرج بين الفينة والاخرى ببيانات مفادها التقاء الاطراف على كلمة سواء لوقف كامل وشامل للحرب في اليمن واخر هذه التصريحات اعلانه عقد سلسلة من المناقشات الثوائية حول الاجراءات الانسانية بما فيها اطلاق السجناء والمعتقلين وفتح المعابر لتسهير المرور واجراءات اخرى اقتصادية تتمثل في التوصل الى حلول جزئية بشأن الرواتب وتوفير السلع الغذائية والسمرار تتفقها الى الاسواق اليمنية اذا تم اقرار حظر التجول تحت تهديد فيروس كورونا المسجد غريفاث اضاف ان استئناف العملية السياسية هذه المرة سيكون عبر دائرة تلفزيونية بين الاطراف قد تسهل الكثير من العوائق وتسمح بان تكون الاجتماعات مشتركة انطونيو جوتريتش امن عام الامم المتحدة في حديث مع العربية ناشد كل من يؤثر على اطراف الصراع الدائرة في اليمن وليبيا وسوريا ان يتوقفوا وحذر من ان فيروس كورونا سيهزم الجميع اذا لم يتوقف الصراع في هذه البلدان الاشد ضعفا واستعدادا من الناحية الصحية واقع الحال في اليمن يقول بان الامم المتحدة تمضي في مسار التسوية والحوثي يمضي في مسار التصعيد العسكري فالمواجهة الى ساعة كتابة التقرير ما تزال على اشدها في صرواح مأرب وكذا جبل هيلال الاستراتيجي الذي خسر الحوثي فيه مناطق مهمة مطلة على مدينة مأرب الجوف تشهد مواجهة هي الاخرى في جبهة النذر شرقية مديرية الحزم اما الساحل الغربي ليس بعيدا عن تحشيد الحوثي ومغامراته العسكرية فمدينة الحديدة وتحديدا في شارع الخمسين ما يزال الحوثي يناور بعناصره عله يحدث اقتراق اما الحديدة وبيت الفقيه فتشهد ذات التصعيد العسكري في ظل تحشيد حوثي الى بيت الفقيه وزبيد والجراحي المديرية التي نذرت نفسها مؤخرا للحوثي وباتت معسكرات استقبال مسار الحل السياسي في اليمن يمر منذ مطلع عشرين عشرين بكثير من التعقيدات فقد شهد هذا العام انفجارا حقيقيا وتصعيدا عسكريا حوثي اسقط الى الان مواقعا هامة في ثلاث محافظات يمنية كانت تسيطر عليها الشرعية بل وصل حال استئناف اي عملية سياسية الى ان يكون احد ضروب المستحيل فالرهان في الميدان بات بالضغط العسكري لا سواه ولا معجزة ظهرت الى الان للحد من هذا التصعيد محمد الصار اليمن اليوم ومعي على الهاتف الاعلامي يحيى العابد أستاذ يحيى مرحبا بك لو تابعت البارحة لكوتريشو هو يتحدث عن الاوضاع في المنطقة ويتحدث تحديدا عن فيروس كورونا ويصف الوضع بالكارثي ويقول بان الاسوأ لم تشهده المنطقة بعد في مضمار حديثه حث الاطراف المتنازعة كما وصفها في اليمن الى ايجاد حلول سريعة علاقة هذا بذاك ولماذا هذا الازدواج في الخطاب ولماذا ركز على الوضع في اليمن وهو يتحدث عن كارثة عالمية هل لا خفضت التلفاز لديك أستاذ يحيى لكي تتمكن من سماعي وتمكن من سماعك أيضا لا يسمعك هل لا خفضت صوت التلفاز لديك أستاذ يحيى لما أسمع سؤالك الثالي نعم خفضت صوت التلفاز وأنا سأعيد عليك السؤال بشكل سريع جوتريش أمس وهو يتحدث عن كورونا وعن مخاطره أيضا يحث الحوثي والأطراف المتصارعة في اليمن إلى إيجاد حل سريع وأمثل يعني ما علاقة هذه الدعوة بكارثة عالمية وخاصة بها الحوثي عن بقية القضايا في الشرق الأوسط بداية تحية لكم ولكل الرفاق المداومين والمماظرين في جناس اليمن اليوم في ظل هذا الوضع الجائحة التي يشهد العالم ثاني أنا أعتقد أنه حالة إيجادية وحيدة من تصريحات غلث في أنه تطور حالة الأمم المتحدة من حالة الغلث إلى حالة الإنزعاج كل التصريحات التي قالها غلث كلما قاله عن الفرط المركبات كلما قاله عن الوضع الاقتصادي كلما كلها حديثي لا تتجاوز حديث مكتوبة على ورق الحوثيين يمارسون قبحهم بكثة واختراك اتفاق السقل يعتدم بالطوارق على دول شديدة يستفزون الآخرين من جرهم إلى حرب ولا يوجد من الأمم المتحدة أي رد فعل يؤكد أنها مع قرار أمين عام الأمم المتحدة أو دعوته بالأطفل لإيقاف الحرب وهجنة والخروج مع المجتمع بشكل عام مع المجتمع الدولي من هذه الجائحة نعم كيف ستتعاطى الأمم المتحدة أستاذ يحيا مع ما وصفه الحوثي أو ما طلب به الحوثي من تحكيم 12 دولة لوضع حد لهذه الحرب أعتقد أنه سياسة الحوثي سياسة الحوثي هي مستمرة ويجردك من مربع إلى مربع آخر تصريحات محمد ألي الحوثي قبل يومين كان أنه يطالب الأمم المتحدة ويحمل العالم المسكولية أنه يطالب بالإفراج عن المؤتقلين وفي اتفاق الأردن يعود بنا إلى مربع جديد هناك اتفاق اسمه اتفاق أستوكول والكل مقابل الكل ولا يمكن أن نتجاوز هذا الاتفاق بأي حال من الأحوال يفترض على الأمم المتحدة أن تؤكد من مواقفها ومن خلال اطلاعها تعرف من يخترق الهدنة تعرف من يخترق اتفاق أستوكول تعرف من مارس القبح بدل فريق الأممي في النقاط المحددة من الأمم المتحدة تعرف من الذي عرض الممثلين الأمم المتحدة في السفينة للأذى تعرف كل شيء ولكن حتى الآن لم تستخدم أي موقف يجعل من كل الأطراف تنفع لهذا القرار أو الاتفاقات أو المبادرات التي أشرت عليها الأمم المتحدة مشكلة اليمن يا أستاذ عيسى مشكلة اليمن هي الأمم المتحدة من يكتل الشعب اليمني وأمم المتحدة من يقدم المساعدات لحوثين وهي الأمم المتحدة من يمارس الحصارة على قوات الشرعية وبقوات المقاومة الرطانية وأمم المتحدة من يزساعد الشعب اليمني هو الأمم المتحدة من يُعزز بليشة العملية عملية جبهات جبهات كتاب فقط شعب اليمني يعاني غسيل مقل الأسرار هناك معسكرات الحسين استغلوا الجائحة هذه لتحشيد وعمل معسكرات جديدة وجذب الشباب من المدارس إلى الجبهات وطيبون خمسة الأمم المتحدة على الأمم المتحدة أن تعلن رسميا أن هناك اختراف لكل التعاهدات من الحسين حتى تستطيع قوات الشرعية وقوات المفاوضة الموطنية التعامل مع الميدان كما يجب أن يتم التعامل معهم بالتأكيد سوف نناقش مجمل هذه الأحداث والإرهاصات معكم أستاذ إحياء العبد لاحقا في برامج أخرى لضيق الوقت أشكرك جزيلا الشكر كنت معي عبر الهاتف الإعلامي إحياء العبد تمكنت قوات التشكيل البحري في المنطقة العسكرية الخامسة من إفشال هجوم إرهابي لميليشيات الحوثي بقوارب مفقخة على خط الملاحة الدولي في البحر الأحمر مصدر عسكري أفاد أنه بناء على معلومات استخباراتية عن وجود زوارق مفقخة عادتها الميليشيات لتنفيذ هجوم في خط الملاحة الدولي بالقرب من جزيرة حمر التابعة لمديرية اللوحية في الحديدة وتمكن أبطال التشكيل البحري بعد رصد التحركات من السيطرة على زورق الاسطلاع الأولي للعملية الإرهابية بعد الاشتباك مع العناصر الحوثية تم إشال هجوم إرهابي محقق كان يستهدف السفون التقارية التي تتعبر في الممر البحري بالبحر الأحمر من بين القتلى خبير في تسيير الزوارق المفقخة ويدعى أبو عقيد أنا عبد الرحمن يحيى عبد الله سهل من محافظة الحديدة الحبك خرقنا بهدف الاستطلاع إلى قزيرة الحمر وكان مع المشرف أبو عقيد اثنين زوارق مفقخة وتم الاستطلاع وتم الاشتباك احنا والجيش وتم أسريك والثلاثة اللي معهم قتلهم وأطمن أهلي وأخواني أن هذه هي طبيعة الحرب وأطمنهم أنهم لا يقلقوا عليه أكد الشيخ صالح روساق قائد مقاومة الجوف أنه تم استعادة معسكر اللبنات ووجه رسالة للميليشيات الحوثية لسحب عناصرها من مختلف الجبهات قبل أن يجدوا المصير ذاته الذي لقاه زملائهم في اللبنات دعاني العسراء موجودين العسراء موجودين الجسفات الصناديم والثلاثة والعشرين مصحوب والسيارات المقلبة مصحوبة وأصحابنا أصحابكم اللي يسمع الصوت وعد هبا يلبنا يجونا أدونا الرجال وتحقوه وابشروا بالنصر وابشروا بالخير الرجال جيلة جحسوهم بالسيارات أصحابنا تقلبوا فوقهم هم يدعسوهم يحطبوهم بالجوف معاد يلا سوفياء من مواجههم الله أكبر تم صد حجومهم وكسرهم وقتلهم بإذن الله ولله الحمد هؤلاء الأسراء والقتل والحمد لله جلاب وفي الجوف أيضا تجدرت الشباكات العنيفة بين القوات الحكومية وميليشيات الحثي في سلسلة جبال الندر المحاذية لمعسكر اللبنات والأقشع وأكلت المصادر العسكرية لمراسل اليمن اليوم أن الميليشيات تكبلت في المواجهات خسائر بشرية كبيرة وتم استعالة أسلحة مختلفة تترفق تلك المواجهات مع ضربات جوية أعطبات عربات وأطقما وتجمعات في ذات الجبهة في البيضاء تمكن أبطال المقاومة الشعبية من تنفيذ كمين محكمين ضد عناصر الميليشيات الحثية في ذي نعم وقال مراسلنا إن أبطال المقاومة الشعبية تمكن من تنفيذ كمين لعناصر الميليشيات في منطقة الحي العزل الطياب كما أضاف إنه قتل في الكمين قيادي حثي وجرح آخر والعلم يبذل قصار جهده في هذا اليوم لتوعية بخطر الألغام يلاحظ أن ميليشيات الحثي توصل زرع العبوات الأسفة وتتحفظ على خرائط الألغام التي قامت بزراعتها في المناطق السكنية الألغام التي ما فتأت تنهش أجساد المدنيين وتحل عددا منهم إلى المقابر في مشاهد مأساوية تجلت بوضوح في ملامح أسرهم التي فضت مقالهم بالدموع ونال الألم من قلوبهم المتجلي في آهاتهم وتنهيداتهم هذه الآفة حصدت أرواحا في ريعان شبابها وحرمتهم الحياة الإحصائيات الحكومية تشير إلى وجود ما يقرب من ألف شهيد من المدنيين وألف آخرين من الجرحة جراء الألغام في السنوات الثلاث الأخيرة فضلا عن الضحايا من العسكريين والمسلحين الذين لا تتوافروا إحصائيات مستقلة بشأنهم في اليوم العالمي لتوعية بخطر الألغام لم تستثن السياسة الحوتية زرع مليون لغم في الآبار والجامعات والطرقات والمنازل والمزارع والوديان وأغرقت البحر كذلك لتمثل تهديدا لحركة الملاحة الدولية وتحديا تسبب في حرمان مئات الصيادين من ممارسة حرفتهم جماعة الحوثي تتعمد زرع المتفجرات والألغام المحرمة دوليا ليس دفاعا عن النفس وإنما سياسة ممنهجة من أجل استهداف الأبرياء وإيقاع أكبر عدد من الضحايا كسياسة انتقامية في ظل نزيفها المستمر في صهوفها الألغام الحوثية تشكل كابوسا يؤرق الجميع فلا يكاد يمر يوم دون وقوع ضحايا مدنيين زلهم أطفال ونساء إلا أن جهودا مضنية تبدلها الفرق الهندسية لنزع وتفكيك حقول وشبكات الألغام إلا أن ما يزيد الأمر صعوبة هو زرع المتفجرات دون خرائط يستدل بها على مكانها وفي هذا المشهد توضيح لحالات مختلفة من ضحايا الألغام الذين نكلت بهم ألغام الميليشيات الحوثية وغيرت حياتهم للأبد الهدف الأسماع هو أن العمل الذي نقوم به هو لتأمين حياة أفضل وأأمن وسلامة لأطفال اليمن مثل الإبن إبراهيم هذا هو هدف مشروع مسام هذا هو الهدف للمشروع السعودي النزع للألغام نحن هنا لخدمة الشعب اليمني وإن شاء الله نستمر في هذا العمل إلى النهاية معي عبر الهتف المهندس أسامة القصيبي مدير مشروع مسام لنزع الألغام سيد يعني لعليك استمعت أو شاهدت هذا الفيديو لو سألتك إجمالاً ما الذي حققه هذا المشروع وهل ثمت مصاعد واجهها وماذا بعد أوشي السلام عليكم عليكم السلام مشروع مسام حقق في انتزاء كبير على الأرض منذ بداية المشروع في منتصف العام الماضي أو 2018 حتى الآن بغض النظر عن الصعوبات أو بعض العبور التي آقت العمل مشروع مسام قام بالتغلب على هذه الصعوبات وانجهت أعماله في مختلف المناطق المحررة بغض النظر عن الوضع الحالي الذي يأخذ العالم اليوم إن شاء الله مشروع مسام سوف يستمر في أعماله نعم هل تتوقعون بأن يعني ثمت حقول أخرى لازلت تعج بهذا الكم وهذا العدد الذي ذكرتموه ولم يصل إلى هذا المشروع بعد أنا أعتقد هناك كثير من الحقول لم نجدها ولم نتمكن من وصول إليها الآن وأنا أعتقد أن بالذات أن في مناطق لا يمكن رقبها الوصول والعمل فيها بسبب الوضع الأمري وسلامة الفرق أنا أعتقد العدد الذي سوف يعلم في نهاية العمل أو بعد عام أو عامين أو ثلاثة سيكون عدد أكبر من هذا بكثير نعم ماذا عن قنوات التواصل بينكم وبين المواطنين للإبلاغ عن حقول يتم اكتشافها إذا كان هناك قنوات التواصل في المناطق التي عملنا فيها الأهالي أبدوا استعدادهم وصراحة ما جفروا بأنهم يتورونها مناطق التي يصار فيها إصابات والمناطق التي لغتك والمناطق التي أنتم علموا فيها فصراحة الأهالي لهم دور كثير تساعد السرق متاع في التعرف على هذه المناطق المشبوهة والعمل فيها والتخلص بالألغاء أشكرك جزيلا شكرا للمهندس أسامة القصيبي مدير عام مشروع مسام لنزع الألغام كنت معي عبر الهاتف سقط قتلى وجرحة في شباكات بين مسلحين متحوثين ومشرف حوثي انتمي لمحافظة صعدة على خلفية خلاف في تقاسم ما نهبوه من إتاوات يفرضونها على المواطنين في منطقة المضروبة مديرية مقبنة تعز وقالت المصادر المحلية بالأكدت عن قيام المشرف الحوثي ومعه عدد من العناصر المسلحة باقتحام نقطة المضروبة التي تعد إحدى نقاط الجمارك الحوثية المستحدثة لابتزاز المواطنين والتي يشرف عليها متحوثو المنطقة وعلى رأسهم المدعو عبد الرحمن الجرزي وخلال الاقتحام توعد المشرف الحوثي بسحب وإلغاء النقطة بسبب عدم الحصول على نصبه من الأموال التي تفرضها الميليشيات في إيب توصل الميليشيات فرض الجبايات بمختلف الطرق لكنها هذه المرة استخدمت الدين ووسيلة لجميع بل لجمع تلك الجبايات التي ألزمت بها جميع أهل قرى مديرية نادرة ليفوق حجم الجبايات حتى الجمعة العشرين مليون ريال وفق مصادر قبلية التي أفادت أن عبد الله منصور طنين القاضي الجنائي الشخصي بمحكمة نادرة والخاضع لسطرة الحوثي ألزم جميع سكان مديرية نادرة بدفع إتوات مالية وعينية لبناء محكمة للمديرية بدلا من تكفل الدولة بذلك في محاولة من الميليشيات للتنصل عن التزاماتها تجاه المواطنين نبقى في إبداء من حيث كشفت مصادر مطلعة عن خلافات حدة بين قيادات حوثية بسبب مبالغ مالية بلغت مئة مليون ريال من إرادة المحفظة في الوقت الذي تمارس فيه فسادا ماليا كبيرا في صندوق نظفة والتحسيمة ضمن صراع النفوذ والفساد المالي والإداري داخل صفوف الميليشيات الحوثية تتصاعد حدة الخلافات بين قياداتها وأجنحتها بسبب المبالغ المالية الكبيرة التي تنهبها من مخازن الدولة وتجعل منها مصدرا لإثرائها محافظة إب واحدة من المحافظات اليمنية التي تمارس فيها الميليشيات السلب والنهب للأراضي والممتلكات إلا أن حدة الخلافات فيها زادت خلال الفترة الأخيرة بين النافذين الحوثيين حول مبالغ مالية كبيرة تدفع لفرض إقالة مدير المالية في إب من منصبه وتعين مديرا جديد عنه يميرس الفساد المالي حسب رغبة الميليشيات مصادر محلية بالمحافظة أكدت عن فساد مالي لقيادات حوثية كبيرة تسعى لالتهام مئة مليون ريال من إرادات محافظة إب وصد صراع محتدم بين مشرفيها على الإرادات المالية للمحافظة والتي تذهب جميعها لصالحها وصالح قياداتها النافذة يشار إلى أن الميليشيات الحوثية في المحافظة تصرف مبالغ مالية لقياداتها وعناصرها من إرادات صندوق النظافة والتحسين وتتجاهل معاناة عمال ومظفية الصندوق الذين يمارسون أعمالهم في ظل انقضاع مرتباتهم من قبل الميليشيات وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد هذه الخضوات الحوثية وصفت بعملية نهب وصدو للمال العام وتعد في سياق سلسلة متواصلة من الانتهاكات الحوثية بحق أموال طائلة ما زالت تتحصل على المزيد منها في المحافظة على غرار ما يحدث في العاصمة صنعاء وجميع المناطق التي تصيدر عليها حذرت وزارة الثقافة من محاولات ميليشيات الحوثي العبثة بمحتويات دار المخطوطات ومخطوطات الجامع الكبير في صنعاء ومنع موظفي الدار من الدخول لممارسة أعمالهم لم تكتفي ميليشيات الحوثي بمحاولات تغيير المناهج وتكريس فكرها القائمة على ثقافة الموت في عقول الأجيال القادمة بل وضعت عينها على المخطوطات التاريخية بهدف العبث والتلاعب بها وفق أهواء الجماعة وزارة الثقافة حذرت من استمرار عبث ميليشيات الحوثي بمحتويات دار المخطوطات ومخطوطات الجامع الكبير في العاصمة صنعاء وقالت إنها تتابع بقلق كبير ممارسات ميليشيات الحوثي منذ استيلائها على الدار وقيام الوكيل المعين من قبلها بممارسات الترهيب على الموظفين ومنعهم من دخول مكاتبهم وممارسة أعمالهم وأشارت إلى أن الممارسات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي من عبث في المخطوطات المهمة والنادرة تجلت بشكل واضح من خلال تمكينها لعدة جهات وبشكل غير رسمي أو قانوني من العبث بمرافق ومحفوظات الدار مثل وزارة الأوقاف ووزارة التربية وغيرها من الجهات التي تقوم بإرسال فرق إلى دار المخطوطات بأهداف غير معلومة وغير واضحة ما يجعل هذه الممارسات الغير قانونية تنم عن سوئينية واضحة بهدف العبث بمحتويات دار المخطوطات خاصة وأن أغلب موظفي الدار ممنوعين من دخول الدار وممارسة أعمالهم وحملت وزارة الثقافة بيليشيات الحوثي مسؤولية فقدان أو تلف محفوظات كل من دار المخطوطات ومخطوطات الجامع الكبير بصنعا مناشدة للمنظمات الدولية المعنية أن تقوم بدورها في الحفاظ على المغروث الثقافي اليمني وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو المعنية بشكل مباشر بالتراث الثقافي للدول في حال النزاع المسلح سيما وأن اليمن موقعة على جميع تلك الاتفاقيات كما أعربت الوزارة عن أملها في أن تقوم منظمة اليونيسكو بالإشراف والضغط على الجهات المسؤولة من أجل الحفاظ على سلامة المخطوطات المخطوطات التاريخية إلى جانب المعالم الأثرية تعد ثروة قومية وأحد أهم عوامل الجذب السياحي لكن ميليشيات الحوثي في سبيل ترسيخ هويتها المتطرفة تسببت في طمس معالم الإرث الإنساني وتدمير المعالم التاريخية لتؤكد أنها تمثل وبالا ليس على الحاضر والمستقبل بل وماضي اليمن التليد في النشرة أيضا إجراءات احترازية وعقابية أكثر تشددا في عدد من دول العالم لمحاولة منع انتشار جائحة كورونا فقد شاءت إرادة الله أن يتعرض وطننا العزيز إلى وباء فايروس كورونا سجلت إيطاليا سبعا وتسعين حالة وفا جديدة ببارس كورونا في البلاد إنه جدي جدا منذ الحرب العالمية الثانية لذي يشهد بلدنا تحديا يتوقف إن هذا الحد على تضامننا أعلن اليوم إقرار حالة الطوارئ الوطنية أهلا بكم من جديد نظم مكتب الصحة العامة والسكان في مأرب دورة توعوية حول الوقاية من انتشار فيروس كورونا استهدفت والتي نظمت بالتنسيق مع منظمة صدى الإعلاميين استهدمتهم والناشطين أيضا في المحافظة من أجل العمل بروح الفريق الواحد في توعية المواطنين بخطر هذا الفيروس في استخدام المنظفات اللازمة واستخدام الكمامات والابتعاد عن الأسواق المزاحمة والمحال التجارية وتطرقت الندوة إلى أن هناك 12 حالة تم النزول إليها وفحصها والحصول على نتائج السلبية من الإصابة بالفيروس ندعو رجال المال والأعمال والتجار للمساهمة إلى جانب القطاع الصحي وإلى جانب التوعية المجتمعية إذا جانب الإعلام الذي هو سيوصل رسالة إلى الجميع وندعو الإعلام أن ينشروا أكثر في الوسائل المختلفة للحج من هذا الفيروس والجائحة التي انتشرت على أرحاء العالم طبعا من خلال هذه الندوة سيتشارك الإعلام وقرون وخبراء تطوير تقنيات الإعلام التقارب الإعلامية التي نقلت رسائل التعارجية لشعل الكورونا وكافة المباعة المتعلقة لجمع بها الكورونا من خلال هذه الندوة سيتم تفنيد التقارب لوسائل الإعلام التي نقلت على أرحاء معلومات زائفة وشنكلة وعيان زائفة والتي أحسنت التقربة ونقلت وعيان صحيحة أقيم في مقر طيبة المقاومة الوطنية وطبية المقاومة الوطنية في مدينة المخة دورة التدريبية الخامسة للكوادر الطبية المتطوعة بتوعية وطرق الوقاية من فيروس كورونا وتلقى المتدربون معارك نظرية وعملية حول الرشي وطرق التعقيم والتنظيف وإسعاف المصابين المشتبه بهم وتعد هذه الدورات ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل القوات المشتركة للوقاية من الفيروس في الساحل الغربي وتهدف إلى نشر الوعي بين المواطنين ومنتسبية الوحلات الأمنية والعسكرية ليعمل المتطوعون العسكريون جنبا إلى جنب مع الطواقم الطبية تم اليوم وفضل الله تدريب الأفراد من قوات المقاومة لدورة تدريبية للوقاية من فيروس كورونا وهذا بفضل الله هو القيادة لتوعية الأفراد من المقاومة الوطنية من هذا الفيروس المستقد الذي انتشر في العالم كامل وإن شاء الله بإذن الله نكافح الفيروس هذا بقدر الاستطاعة للحماية للأفراد والمواطنين نحضرنا اليوم إلى مركز تدريب للتلقي والتعلم على كيفية طرق الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19 الفيروس المستقد الذي غزى العالم وهو فيروس قاتل وننصح أخوانا المواطنين أخوانا الزملاء بالقلوس في الويوت وعدم الاختلاط بالالتزام في القلوس في البيت وعدم الاختلاط وعدم الخارجة لأنه فيروس قاتل وانتقل عبر طريق الرذاب وانتقل عن طريق الملامسة وانتقل عبر الطريق عن طرق عدة دائرة الخدمات الطبية للمقاومات الوطنية بدأت بتوزيع أدوات التعقيم والمسزمات على المراكز الطبية في الوحدات العسكرية احترازا من انتشار وباء كورونا القاتل في خضم الحرب التي يخوضها الجيش الأبيض في العالم مستنفرا للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد تمضي دائرة الخدمات الطبية بالمقاومات الوطنية في تنظيم الدورات وحملات التوعية بكيفية التعامل مع هذا القاتل الخفي أدوة رشين ومواد تعقيم وزعت دائرة الخدمات الطبية للمقاومات الوطنية على المراكز الطبية في الوحدات العسكرية بالساحل الغربي في إطار الإجراءات الاحترازية جينا إلى هنا لغرض استلام مسلزمات الرش والنظافة وأدوات النظافة ومسلزمات اللازمة من كمامات وقوانتيات ومواطن الرش وغيرها الرش تعقيم في آن واحد لغرض القيام بأدوة جبنة في المواقع والألوية وكافة مواقع الألوية المقاومة المشتركة استعدادات وإجراءات دقيقة هدفها ترسيخ الوعي في أوساط منتسبي الوحدات العسكرية بأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والاستعداد لأي طارئ في حال أعلن عن اكتشاف حالات مصابة بكورونا في اليمن أتينا إلى هنا إلى التموين الطبي للمقاومة الوطنية لاستلام أدوات الرش والنظافة وكذلك الأدوات الواقية من الأمراض وسوف نبدأ ونباشر عملنا خلال الساعات القادمة فرق ميدانية تبشر عملها في رش وتعقيم المعسكرات واتخذ التدابير لحماية صحة الجنود فهم يمثلون مصدر الفخر ودائما يعرضون حياتهم للخطر من أجل سلام تراب الوطن وهو ما يحتم على القائمين اتخاذ التدابير التي من شأنها تحقيق عنصر الوقاية قبل التعرض للإصابة وفي الضفة الأخرى يتم معقد دوارات توعوية لأفراد المقاومة الوطنية حول مخاطر تفشي الوباء وطرق مكافحته وتعديل المواد المعقمة ووضع المقادير المناسبة للحماية الشخصية وتحقيق عنصر الوقاية المسبقة والتغلب على الوباء الذي هز العالم في حال أهلن عن تسروه إلى داخل اليمن انطلقت في العاصمة المؤقتة عدن حملة أنا متطوع أنا مستعد للتوعية بمخاطر فيروس كورونا المسجد في الوقت الذي تتسابق فيه الدول ومن ضمنها اليمن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وأخذ جميع الاحتياطات والتدابير الاحترازية انطلقت في العاصمة المؤقتة عدن حملة تضوعية للتوعية بمخاطر الفايروس وسبل الوقاية منه خصوصاً أن اليمن من ضمن الدول التي لم تسجل أي إصابة حتى الآن أول حملة أو مبادرة في مندينة عدن لتعي من فيروس كورونا المستجد هذه الحملة التي أطلقها فريق متضوع من الشباب استهدفت أماكن التجمعات والاستحام حيث تقوم بعملية نشر الوعي وتوزيع البروشورات والملصقات الإرشادية فضلاً عن عملية التعقيم من خلال النزول الميداني وقياس درجة الحرارة للمواطنين بهدف التعرف الأولي على الإصابة تقوم الحملة بعمل التعيي والتعقيم والفحص بجهاز الحرارة من أجل الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين بشكل عام ولما تكتضيه المرحلة من ضرورة لوضع جميع الاحتياطات والتدابير الاحترازية لمواجهة الوباء وما شكله من خضر على سكان المعمورة كان لهؤلاء المتضوعين إسهاماً كبيراً في إيصال الرسالة التوعوية التي تقيهم خضر الفيروس مؤكدين على استمرارية الحملة حتى انتهاء الجائحة الفيروس كورونا هو يعتبر أحد أخطر كوارث العالم التي تعيشها في هذه الأيام نحن سننطلق الحملة ما زالت مستمرة وهي متواجدة حالياً في كل الهايبرات في عدن وبالرغم من عدم وجود أي إصابة بفيروس كورونا في اليمن إلا أن خضر تفشيه ما زال قائماً بعد وصوله إلى دول الجوار خصوصاً بعد إغلاق المنافذ وتعليق الرحالات الجوية لكن الأنشطة الشبابية والمجتمعية الهادفة إلى تعزيز الوعي بمخاضر كورونا ستحقق جانباً إيجابياً يحد من تفشي الوباء في عدن وجميع المناطق التي تسعى لمثلها كذا أعمال تضوعية مع تخطي تعداد المصابين بفيروس كورونا المسجد حاجز المليون ومائة ألف نسمة يسعى للعالم جاهداً لوقف تفشي الوباء الذي أودى بحياة أكثر من ستين ألف شخص حول العالم وتتسابق دول العالم لإيجاد علاج للوباء الذي تعفى منه أكثر من مائتين وثلاثين ألف شخص كما أنها تحرص على تغيير استراتيجياتها الرامية لوقف تفشي المرض وذلك بتعديل إجراءاتها الاحترازية وفق المتغيرات يخضع القائم بأعمال السفارة اليمنية في أسبانيا المستشار محمد معوضة للحجر الصحي في أحد المستشفيات الإسبانية بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المسجد كوفيد 19 كما أعلن في صفحته في منصة التواصل الاجتماعي في فيسبوك بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير زميلاتي الزملائي صديقاتي أصدقائي الأعزاء أحدثكم من الحجر الصحي في أحد مستشفيات مدريد بالمملكة إسبانيا وذلت لليوم الخامس على التوالي وأنا في هذا المستشفى بعد أن تأكدت إصابتي بفيروس كورونا ولله الحمد على كل حال قبل الخمسة أيام بدأت أحس بشوية أعراض قشعريرة ارتفاع في الحرارة وعزلت نفسي في البيت عشان تزوجي في وأولادي ثلاثة وبتعط عنهم بنسبة 95% منعزل يعني اختياريا والأخير حسنت الأمر وشفت أنه بدأت أفقد الشهية الأكل وعايش في عالم تاني حسيت أنه وسواس يعني والوسواس قاتل الشك قاتل حسنت الأمر واتجاهت إلى المتشفى وعملت الفحوصات اللازمة وأكدوا لي في المستشفى إصابتي بالفيروس وقرروا عزلي صحيا والبقاء في المستشفى والحمد لله على كل حال مع العلم أني لا أخرج إلا للشديد القوي ولا أخرج إلا بالكمامات والقفازات وما أحق عيني ولا أحق وجهي يعني أحاول قدر الإمكان أخذ الاحتياطات اللازمة لكن سبحان الله الحذر لا يمنع القدر في إسبانيا أيضا وبعد أن فاضت مستشفياتها بأعداد المرضى وأطاحت بإيطاليا لجهة عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي حول البلاد إلى البؤرة الأولى له في أوروبا سجلت السبت قفزة جديدة في أعداد الإصابات والوفيات على السواء وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى مائة وسبعة عشر ألفا وأربعة بل عفوا إلى أحد عشر ألفا وسبعمائة وأربع وأربعين حالة من عشرة ألاف وتسعمائة وخمس وثلاثين أمس وأظهرت الأرقام الجديدة أن ثمانمائة وتسعة أشخاص لقوا حتفهم بسبب المرض خلال الساعة الأربع والعشرين الماضية في حين سجل أكثر من سبعة ألاف إصابة جديدة بالفيروس ولفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى نحو مائة وخمسة وعشرين ألف شخص نفت وزارة الأوقاف المصرية ما تردد من أنباء بشأن قرار وزارة الأوقاف عودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه تواصل مع وزارة الأوقاف لتأكد من صحة الخبر لكن الوزارة نفت ذلك وأكلت الأوقاف أنه لا صحة لعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل وشددت على أن قرار تعليق إقامة الجمع والجماعات بالمساجد قائم ولم يتم إلغاؤه لحين زوال علة الغلق وهو وباء كورونا من خلال تنسيق مع وزارة الصحة وأشارت إلى أن الحفاظ على نفس البشرية من أهم مقاصر شريعة وأن دفع الهلاك المتوقع نتيجة أي تجمع هو مطلب شريعي مخالفته معصية وتستحق المحاسبة والمساءلة اشتركوا في القناة النشرة انتهت وفيما يلي تذكير بأبرز ما جاء فيها إخمادوا نيران الميليشيات وتزيلوا أربعة ألاف وستمائة وأربعين خرقا حوثيا في الهدنة الأممية في الحديدة خلال شهرين إفشالوا هجوم حوثيا على خط الملاحة الدولي في البحر الأحمر واستعادة موسكر اللابينات في الجو والميليشيات تتواصل زرع الألغام وتتحفظ على خرائطها في المناطق السكنية والزراعية أخبار جديدة على رأس الساعة يلتقيكم بها زميل هيثم جسار في الخامسة والنصف اشتركوا في القناة